فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى قوله بعدها ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مضنة لاتباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه من الأول قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا أنزلنا عليك الكتاب الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه من الكتب السماوية فإن هذا القرآن يوافقها ويصدقها ومهيمنا عليه مهيمنا على الكتب السابقة بمعنى أنه يبين ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير وما نسخ منها وما لم ينسخ فهو هذا الكتاب القرآن الكريم مهيم على الكتب السابقة بمعنى أنه يصحح الصحيح الذي لم يغير ويبين المبدل والمغير والمنسوخ ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس بين اليهود والنصارى وغيرهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة فالحكم بين الناس إنما يكون بالشرع لا يكون بالقوانين لا يكون بالأنظمة البشرية ولا يكون بالعادات والأعراف القبلية وحكم الجاهلية وإنما يكون بالشرع المنزل لأنه هو الكفيل بمصالح العباد وقطع النزاع وصلاح القلوب ورد المظالم وغير ذلك وقطع الأهوى والرغبات فالكتاب كفيل بذلك كله الله ولا تتبع أهواءهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج لكل جعلنا منكم أي الرسل شرعة ومنهاج فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام لله عز وجل وإن اختلفت شرائعهم فإن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها في وقتها ما يصلحها في وقتها ثم ينسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح للوقت المتأخر إلى أن جاء القرآن الكريم الله جعله صالحا لكل زمان ومكان لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة لأن الله ضمنه كل ما يحتاجه البشر في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة هو العليم الخبير لما يصلح عباده سبحانه وتعالى فهذا القرآن لا ينسخ وأما ما قبله من الشرائع فإنها يجري فيها النسخ فهذا منزل منزلة القرآن والإسلام من الأديان والكتب السافقة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم على شريعة واحدة ولم تختلفوا ولكن أمر الله جل وعلا نافذ في وقوع الاختلاف من باب الابتلاء والامتحان ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم يعني ليختبركم فيما آتاكم فالله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين ولكن سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم ويمتحنهم ويكون إيمانهم عن اختيار عن اختيار وعن قبول ولا يكون إيمانهم عن إجبار وإنما عن اختيار ومشيئة لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد لا من باب الإقرار كما يحتج بعض الناس بأن الناس حرار من شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر ويقولون هذه حرية الرأي وحرية العقيدة لو كان الأمر كذلك ما يحتاج إلى أرسال الرسل وإنزال الكتب كل يأخذ رأيه خلص لكن الله جل وعلا يريد طريقا واحدا من سلكه نجا ومن خالفه هلك فالله فالله جل وعلا أراد أن الناس يأتون الأشياء عن اختيار وعن إرادة وعن مشيئة منهم فإن كانت خيرا حازوا على الصلاح والفلاح وإن كانت شرا حازوا على الخسار وهذا فعلهم هم وهذا اختيارهم هم هم فجعل الاختيار لهم في هذا الأمر جعل الاختيار لهم في هذا الأمر ولكن المؤمن لا يختار إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأما المنافق والكافر فيختار ما ترضاه نفسه ولو أسخط الله عز وجل